اذا عدنا حديث القاهرة وحديثنا المراضي بقى عن اهم شيء في مصر تقريبا واخطر شيء في مصر واصعب شيء في مصر وانا اسف ان انا اقول واسوأ شيء في مصر وهو التعليم عشان كده قلنا مرحب خبرنا الكبير استاذنا الكبير في مجال البحوثة التربوية دكتور كمال مجيس اهلا بك دكتور اهلا بك سيد اهلا بك يا فنلم شرف لي وانت لسه قد مطازة كده من مجلس الحر الوطني وتتناقشوا القانون اللي المجلس للحوار الوطني النقاش حوله وهو المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريم ما هذا القانون وتعتقد لماذا انت للحوار الوطني بهذه المهمة وليس البرلمان مثلا وهو يعني انا من وجهة نظري انه بنحاول القيادة السياسية بتحاول تدي الحوار الوطني وماشى واسعة قوي في مختلف المجلات الموضوع بالنسبة للقيادة السياسية مش حاجة متخصصة هتديها للمجلس وخاصة انه المجلس عنده همومه الردي وعنده لجنة التعليم بتناقش موضوعات التعليم ومن ناحية تانية وده حاجة ملاحظة من الملاحظات اللي انا قلتها تعليقا على القانون ان بالفعل فيه مجالس قائمة احنا عندنا المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعة ولكنه مجلس موظفين ثلاثة ارباعه مديري مدريات التعليم وبعض الخبراء اللي بيروحهم ويتصوروا مع الوزير وخلاص طبعا المجلس المزمع عقده ده أو تشكيل لا وده حاجة مختلف 18 عضو بالضبط وتمانية خبراء لا لو حنقش نناقشه بقى بس كمان فيه المجلس الاعلى للجامعات حضرتك عارف وفيه الاكاديمية الوطنية للتدريب فهو يبدو هل القانون ده عشان يلغي كل الهيئات التانية ده من الملاحظات الاساسية كمان انه محددش هذا القانون علاقته بهذه المجالس واذا ما كان تبقى فيه مادة كده انه ليست هناك مجالس او انه يبقى مثلا هذا المجلس للتخطيط الاستراتيجي والمجالس الاخرى لمتابعة التنفيذ في ارض الوقع على سبيل المثال كانت هناك مادة غائبة حوالين هذه العلاق كده ينطبق بمسهل فض مجالس المجالس الكتير ده مشكلة الواحد خايف من كده بالفعل يعني هل يتقولي مبدئيا القانون المشروع المقدم مجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب يجب ان ننتبه اولا الى ان هناك ايضا مجالس عورية قائمة للتعليم قبل الجامعي ثم للتعليم مجلس على الجامعات ثم الاكاديمية للتدريب فالعناصر الرئيسية اللي بتكون منها حتى عنوان المجلس موجودة مزبوط ده يعمل تضاد يعمل تناقض ايه الفرق ما بين فلسفة المجالس التلاتة وفلسفة القانون اللي جاية انت عارف يا استاذ براهيم اي قانون بتنتهي المواد بتاعته ويلغى او اي اجراء او اي ويلغى ما دون ذلك يعني بمعنى انك اسست حاجة جديدة ومحددة خلاص يبقى اي حد يقولك لا ما هو كان فيه قرار قبل كده ما كان فيه قانون قبل كده كان فيه كذا لا بيبقى ده نص على الغاء ما دون ذلك ده مش موجود وده عامل تضارب مازال هذا التضارب وعلى العموم هو اتقال في اللقاء انه كل شيء قابل للنقاش المبدأي ابتداء من انه انا مبدأيا ارفض القانون او اوافق ولكن بتحفظات او اوافق بشكل ما هو وقع عشان تنشوه بالضبط بالضبط فدي كانت ملاحظاتنا انه فيه مجالس دي الوحظة الاولى ملاحظة تانية مهمة المجلس الوطني ما هي مهمته تحديدا وهل هذه المهمة تشكل فراغا حاليا نملأه ولا احنا مجرد اضافة جديدة من المهام رغم انه يعني غيرنا من المجالس عنده هذه الوظيفة لا طبعا المجالس موجودة وعندها هذه الوظيفة وانا اخشى انه يكون مجرد حوار عام لانه كمان في النهاية انت انت طالب ايه طب واللي انت طالبه ده انت طالب بانه تبقى فيه رؤية موحدة ويبدو ان فيه احساس انه مع تنوع مصادر التعليم وتنوع انواع التعليم وبقى عندنا يعني احنا كنا في زمن انا اكبر منك في السن شوية الاصل انه احنا لو قرصت على بعض يطلع نجبر بس يلا عدي الاصل انه تعليم واحد عارفين له اول وله اخر تعليم واحد ايزا دورت كده تعليم حكومي واحد ايزا دورت على مدرسة خاصة يا دوبك في الحتة الفلانية بطر كمال دي فرصة ان انا اسألك احنا بنكلم على تعليم قومي واحد ولا حكومي واحد لانه التعليم القومي قد يدرسه الخاص والحكومي والعام وحتى الاجدام انما اننا نبجو بانه حكومي بس وكأنه يعني الحكومي بس ولا هيدرس المنهج الموحد للغة العربية طب ما هو المفروض اننا نكلم على منهج قومي يدرسه من يدرسه لا هو في الحقيقة انا في رأي انه يعني تجاوزنا حكاية تعليم حكومي بس الحكومة ما بقتش تقدر خلاص يعني انت اما تشوف عشان كتا بقول سيادتك انه في زماننا كان التعليم الخاص والتعليم الحكومي الحكومة يعني 99% من المعلمين والمناهج والحقوق جواه الواحد في المية ده اللي يلعب فيه مدرسه دلوقت دلوقت لا خلاص المعادلة دي انتهت اتنين وتسايلس اتنين وتسايلس اتنين وتسايلس في المية حتى تعليم حكومي غدا دلوقت ومع هذا كمان بس المدارس الخاصة والمدارس الدولية بصرف النظر عن قلتهم العددية ها نمية 8% نمية 100 مدرسة 100 مدرسة دولية نا لأنا كلب دول ميتين مدرسة دولية ميتين مدرسة دولية وحوالي 7-8% مدارس خاصة على اختلاف تجربية على اختلاف أسعارها ولكن كمان هو قوتهم الكيفية في المجتمع كبيرة لانهم أولاد المتنفذين ولانهم كمان بيتلعهم مهرات أساسية وعندهم تعليم حقيقي وعندهم كمبيوتر حقيقي وعندهم مشكلة حقية وبالتالي أنا أظن كمان أنه يعني إحنا تجاوزنا الرؤية النصرية بتاعت أنه كل حاجة تحت جناح الدولة ما نقدرش نقول وبيتاخد ولاد بيجايين من رومانيا ومن هنا وبيأخذوا في جامعات هناك ويجوا هنا تجاوزنا الرؤية دين فأنت بتتكلم عن التعليم بواجهة عن بصرف النظر عما إذا كان حكومي أو أنه هو تعليم قائم على أرض مصر وهنا في الحالة دي أنا أظن أنه في التعليم قبل الجميع لابد من التأكيد على مكون الموطنة ما عادش أحنا أنا ما أدخل التعليم الديني إزاي بالضبط عندنا مؤسسات تعليم الديني التعليم الديني يعني لا يمكن يعني تجاهله أحنا مؤسسات التعليم الديني قبل القانون 103 لسنة 61 كان عندنا خمس معاهد أزهرية وثلاث كليات أزهرية وكان كل المكون السكاني بتاع الدولة كان لا يتجاوز خمس تلاف بني آدم وكانهم دولة في مجتمع سري وعميق وحيوي زي مصر بيستوعبهم ويهضمهم لأنه عندك إلا بتوع اللغة العربية بيشتغلوا مدرسين عربي أو مصححين في الجرائد أو في التلفزيون وهكذا بتوع أصول الدين بيشتغلوا مقيم وشعائر وآئمة بالشكل ده يعني لكن للأسف الشديد قانون 103 لسنة 61 خلى عندنا 11 ألف معهد وجامعة أزهرية فيها مئة كلية بتمتد بطول البلاد وعرضها وحوالي أقل قليلا من 2 مليون من المصريين ويدولها مشكلة كبيرة لأنه في المعاهد التعليم قبل الجامعي في الجامعة الأزهرية بندرس مناهج بعضها لم يؤلف في مصر زي تفسير النسف ومن ومن ألف سنة ولم يؤلف لكي يكون مقرر دراسية وحل الإقناع في حل الفضاء بشجاع وعندنا عدد كبير وللأسف الشديد كانت هناك محاولة في آخر أيام الرئيس المبارك عليه رحمة الله كان حاول الشيخ طنطاوي يحل المشكلة في عمل الوسيط في الفقه الميسر جابوا جماع المسائل المختلفة وعمل كتاب واحد قلبوا نستغنى عن الحاجات دي كلها ده تدرس تلات أربع سنين وبمجرد ما مات الرئيس مبارك ومات الشيخ طنطاوي رجعت المعاهد العتيقة درس بشغيع رجوا يدرسوها مع شوية تصحيف فأرجعتني الفكرة أننا في حاجة إلى التأكيد على مكون المواطنة وخاصة كمان أن هذا مكون المواطنة مهدد من ناحية تانية بالمناخ الديني المنتشر في المدارس لأنه الإخوان المسلمين وغيرهم عندهم غرام خاصة بالتعليم لأنه قضيتهم الرومانتكيين إذا كان حسن البنة ولا سيد قد بهم مدرسين أصلا فضلا عن أن المدرسة بتوفر عليهم نص الوقت لأنه بدلما تجري في الأحياء الشعبية تجيب سبع تمن أهل يسمعوك قاعدين قدامك وقول لهم اللي أنت عايزه ففكرة مكون المواطنة تبقى فكرة مهمة في هذه الظروف إنما ما الذي يمكن أن تحتاجه سياسات التعليم من المجلس الوطني للتعليم علشان نقول أنه نبدأ بداية حقيقية نقاس تأسيس حقيقي ده من أهم الملاحظات أعتق من وجهة قلت لهم أنه أهم حاجة من وجهة نظري أنه مشروع القانون بيهرب من الاستحقاقات الحقيقية إلي للتعليم وأول هذه الاستحقاقات العودة إلى فكرة مجانية التعليم لأنها من ناحية دي حق دستوري أصيل الدستور بينص عليه وانت عارف أنه حصل التفاف عليها في زمن وما بيقدموها كأنها موضوع اشتراكي أو موضوع ناصري مجانية التعليم دي ده حزب الوافد اللي عامله طبع يعني ده منجز حزب الوافد اللي هو وطاع حسين بعظمته وروعته يعني اللي هو التعليم المجاني إلى ما قبل الجامعي عبد الناصر اشتغل في الجامعي بس يعني وكتلت جامعات وقتها على فكرة يعني أول عن آخر طبع فهم طول الوقت يقدمو لك مجانية التعليم مجانية التعليم ده ما بريطانيا مجانية التعليم ما الاتحاد الأوروبي مجانية التعليم لا هنا هرجع لك قبل الوافد كمان الخديو اسماعين وجاء كم من ابنه توفيق قمسيون التعليم أو لجنة التعليم ده كان واحد من شغلها قالت اننا هنقسم المكتب لازم كل الاطفال المصريين يدخلوا مدارس وحنقسم القرى لكل قرية بخمس تلاف باني آدم من سكانها نعمل لهم مدرسة ابتدائية على أن يتقسم المصرفات على هذا الاساس الغني يدفع فلوس كتير المتوسط يدفع تكليفه الفقير الغني يعلمه بحيث أنه يتاح لكل من يريد أن يدخل مدرسة ابتدائية لكن طبعا الاحتلال البريطاني جاء ولا غدا وعشان كده كان حتى قبل قبل الورد مسهل هالي وثيقة حاجة وثلاثة 1900 حاجة وثلاثين بتوزيع آلات سينمائية على المدارس في مصر آلات سينمائية أساسا أول فيلم وصل السابعة وعشرية ومع ذلك آلات سينمائية في المدارس الابتدائية المصريين أنت ما تقرأ كل الأوتوبيوغرافي بتاع الأساساتنا الكبار هاجس الهوية كان بيبدأ في المدرسة السنوية اللي كتبوا مذكراتهم من طه حسين لحمد عمار لرؤوف عباس كلهم يقولوا إحنا في السنة وبدأنا نتساءل عن هويتنا إحنا نبقى بشر ولا مصريين تاريخ قديم ولا إسلاميين ولا قوميين ولا شراكين لأنه كانت المدرسة حققية في ذلك الوقت وعشان كده فالمجانية غائبة في فلسفة المجلس الوطني على التعليم غائبة تماما غائبة تماما مش المجانية وبس المجانية والجودة كمان لأنه للأسف الشديد حتى المجانية عندنا هي الجودة برضو ولا عندنا هي الجودة يعني كل حاجة عندنا كل حاجة عندنا لكن ما فيش حاج لكنها للأسفية ورقية ولأنها كمان تبنت على الأسس الأمريكية مش على الأسس المصرية يعني هيئة الجودة في أمريكا بتروح تقول للمدرسة أنا حسألكم في الموضوعات ده وحاجة شفة كلها من أول النجارة بتاعة الأبواب والفصول والدكك والباركينج والمدرسين لغاية الكواليتي بتاع المناهج والميند بتاع العيال حسألكم في دولة وتروح وتقعد أسبوعين تشوف كل حاجة وتقابل أي حد وترجع تقول لهم دي الدرجات اللي انتم حصلتوا عليها ودولة يخليكم في الفئة نمر واحد سي عايزين تعلوا شوية أديكم الدرجات عندكم وفكروا ده يعمله مدير في مدرسة أمريكية يقول بقى حاجة نجيب فان ضمنين ونغير كذا لكنت لما تروح للمدرس المدرسة بولاق الدكرور تقول له مش حديك جودة لأن انت عندك مئة تلميس في الفاصل يعمل ايه؟ المدرسين حالهم صعب يعمل ايه؟ وهكذا كمان هرب المشروع من الاستحققات المادية للوزارة ودي وانا في رأيي انه ده يعني كعب اخيل كعب اخيل في التعليم المصري مقطة ضعف القاتلة التي تسقط وحشا معلمين المصريين يا استاذ ابراهيم افقر معلمي الارض مفيش معلم على سطح الارض بياخد في الشهر ما يعادل خمسين دولار لا يوجد مدرس على وجه الارض يحصل على خمسين دولار في الشهر خمسين دولار دي الناس تتفوضة خمسين دولار الناس تتفوض عليها في نظم تعلماء في الساعة مش في اليوم في الساعة ولا خمسين ولا تمانين ولا سبعين انما خمسين دولار معلمين بياخدهم تلت ما يحصل عليه افقر معلمي الارض في المكافأة السنوية فعلا طبعا طبعا يعني احنا المدرس اللي درسلي وانا في ابتدائي واعدادي وسنوي واهابوا اخافوا المدرسين اللي كنا بنحكي ان تشوفوا تهرب منه اللي مش علشان لا هو بلطاجي ولا هو بيضرب ولا هو كذا لانه كريم كريم بيقف قدامك بكرامة ويتعامل معك بكرامة فتخافه وتحترمه والمحافظ يحترمه وكل الناس يحترموه ويخافوا منه لانه كريم انما لما يكون فضله يبوسوا قديطه ويشوفوا الغات ما مات وانا ابويا كان مدرس وقلت خاف منه مرتين مرة لانه مدرس ومرة لانه ابويا وشايف مدرسيني انا اللي مدرسيني بيتكلموا عنه ازاي وخايف منه ازاي لا لا انا شفت يعني مدراء ومسؤولين ونواب برلمانه وهم بيبوسوا ايه دبويا بل انه كان مدرس بتاعه لكن انت لما تطلع بقى وانت طالب وتلاقي المدرس سايق تك تك وعمال يتخانق مع البنت والولد والست والنشايل والجنيه ونص جنيه ومش اتقي بقى الحل ايه لما تطلع تلاقيه فارش فارشة عربيت فول على باب المدرسة وبيبيع سندوتشاد فول وطعمي انا كنت مع المرحوم والابراشي الله يرحمه بالنقش اوضاع المعلمين وقال كده انا اسمي كذا 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 في مدرسة الفنية في ضميات وانا رجل براع ضميري وازم اعمل بضمير وطول النهار بجر ورا العيال اللي في الطرقات واللي في بيرسل وبيتفرجوا على افلام اباحية او بيدفلانه او بتاعه مدرس بيقول كده واخد اسميهم واتصل بأولياء امورهم وهزاءهم واجبهم المدرسة لكن علشان اكل عيش باشتغل جرسون في كافيه في الولاد اللي اضربهم وهزاءهم بالنهار يجوه للكافيه بالليل ويقعدوا كل واحد حط رجلو على كرسي قدامه ويقولونه النبي والستاذ محمد اعمل لنا تعميرة كويسة ودعك المعسل كويس عشان نشوفك في البقشيش فقلت له طب ما هنتكلم ايه بقى يا استاذ صحيح بس طول الوقت المدرس المصري متأم بانه بيعمل دروس خصوصية وانه تعيس سناتر وانهم يعني وكأنه مدرسي مصر كلهم بالوراس بها مدرسين مصر اللي عددهم يعني احنا كان عندنا مليون وشوية بقى تسعمية ولا تونية شوية ده المدرسين بس أصد دول الهيئة التعليمية يعني فيهم فيهم نزار ومدرين ومفتشين طبعا طبعا لكن كمان وعندنا عجز مرعب في عدد المدرسين المجلس الوطني ما تكلمش عن فكرة ان احنا معداش مدرسين اساسا احنا عندنا ادي حاجة في حاجات قلتها في جلسة اللي فاتد انه لازم رفع وصيط البنك الدولي عن التعليم المصري احنا عندنا ربعمائة الف معلم اجز ربعمائة الف الواحد كتبت كم مرة مين مسؤول عنده ضمير في البلد دي يقبل ان فيه ربعمائة الف فصل مش لاقي معلم يدخل لا مين ممكن يتحمل ربعمائة الف عجز في الشرطة او في الجيش لا طبعا مين ممكن يعني اشمعنا التعليم اللي انا ربعمائة الف اتحمله لانه ابن البطة السوداء ولانه وانا قلت كده قلت ان احنا بنطالب باننا نحترم مجانية التعليم ونعيد على الرغم من الخطاب الرسم السائد اللي بيقول ان ما فيش حاجة بلاش وبالتالي تحول التعليم الى سلعة مدفوعة التمن وده اللي حصل بالمخالفة للدستور ايامي الوزير طريق شوئي وبمناسبة بقى الدكتور طريق شوئي انت عملت برامج كتير والدكتور طريق شوئي قعد خمس سنين وقل لك منظومة تطوير التعليم التعليم اتنين التعليم اتنين الدول اللي هتاخد وانت صحف كبير وستاذ ابراهيم اتحداك تطلب خمس صفحات عن اللي حصل في زمن طريق شوئي هات خمس صفحات قل لي دولة خمس صفحات بيقولوا اشترينا تابلت عملنا كذا نجحنا في كذا وما نجحناش في كذا تصد ان تايج التعليم خمس صفحات ده لا يسوي خمس صفحات مفيش ممنوع انه يبقى موجود ممنوع انه ينكتب تقرير كتسبوبة وتخلص سبوبة بنشتري تابلت بعد انت عمل مع دكتور طريق شوئي انه ضحية مجتمع متخلف ومصر على تخلف التعليم وممشيش وراء العصرية اللي بيقدمها دكتور طريق شوئي هو العصرية ديا في زهنك انت مش العصرية دي تقول لي وتناقشني وتكتب لي وناخد وند مع بعض عشان نوصل لقناعات مشتركة وساعدتها نعرف انا اللي غلطان ولا انت اللي غلطان لكن كل ده مش موجود الدكتور طريق شوئي كان بيدير المنظومة من خلال صفحة الفيسبوك كان يتصلوا بيها الصحفي انه يقول لي رأيك في المنظومة مش انت شو انت شفتها مش تقراها وتيجي تقول لي ايه رأيك في المكتوب طب هي رأيك في المشروع وقالك هو ناقشته بشكل عام المشروع هل فيه امكانية انه يقدم حلا حقيقيا للتعليم في مصر خصوصا عموده الفقري المدرس المصري بحل طريق ولحنا قصاد مشروع شأن وشأن مشاريع سابقة شأن وشأن مشاريع سابقة بحل طره هنا ما ينفعش تماما وما ينفعش مشروع يتكلم عن التعليم وانت بتتكلم عن حوالي 27 مليون بني آدم في تعليم قبل الجامعي وتعليم جامعي بعدين تتكلم عن التدريب والقضايا مختلفة والمكونات مختلفة التعليم قبل الجامعي عايز شغل الواحد ويتعليم وعنده مجلس قبل جامعي بس ما هو المجلس مش شغال وانحنا بنحاول نعمل هاي مش شغال فانا بميعقدش جلسات بيام الجلسة كل 5-6 شهور حسب إرادة الوزير ولو ما اجتمعش وبرضو برئاسة الوزير برئاسة الوزير طبعا وزي ما بقول لحضرتك طم المجلس المجلس تلت ترباع ومجلس التعليم اللي بيروحوا يتصوروا مع الوزير وبرضو أرجع وقول لحضرتك مجلس الوطني الأعلى للتعليم 18 مسؤول و8 خبر ماهم أصله أصله كمان هو انت لو حتحط بس ده الموقف عظيم في التعليم لأن الاستثمار في 19 مسؤول و2 خبر فأنتوا أفضل بكتير في مشروع التعليم لا ده وضع مقلوب ما ليس أصله هو أنت لما أنت كن عايز تعمل رؤية وعايز تعمل تنفيذ جديد وعايز كده والوحاطة المسؤول نفسه يعني المسؤول عن الكارسة بتقول له صلح الكارسة وبعدين بتقول لك تبلي تقرير قل لي عملت إيه وهو ده جزء أساسي من مشكلة التعليم إنه ما بينفكرش في التفكيك إحنا الوزير عندنا وزير التعليم مسؤول عن الأولاد من سن 3-4 سنين لما يدخلوا كي جي وان لغاية ما يتخرجوا من المدرسة السنوية فأنت لما بتقول له الأخبار إيه بيقول له كله تمام والدنيا كويسة وزي الفل إنما إنت لو تتخيل أن فيه هيئة أو نقابة المعلمين وده كمان ما فيش إشارة للنقابة ولا دور النقابة في المجل في المجل خالص لا ما فيش أي حاجة ليش موجود يعني دور المعلم ولا معلم ولا سيرة المعلم أصلا خالص لكن إنت لو عندك ناس بيقولوا ده المعلم اللي إحنا عايزينه بكرمته بفلوسه بمستوى تدريبه بمهنيته بارتباطه بالعصر الناس يقولك ده المناهج اللي إحنا نتصورها بنسبيتها بقدرتها على شحز الملكات الفكرية ده التدريب ما فيش أي حاجة ده التدريب شو ما قاله فإنت أقصد أنت جايب أنت جايب الوزراء التنفيذيين اللي مسؤول عن الكرسى اللي إحنا فيها علشان يعملوا طب ما كانوا عملوا من الأول ما هم عندهم صلاحية وعندهم سلطة وعندهم فلوس وعندهم كل حاجة وعندهم قانون بيشتغلوا في إطار ما كان المشكلة انتهت لكن إحنا وده اللي اللي قاله أستاذ ديقر شوان هو أرى بعض الملاحظات بعثها الدكتور محمد غنيم والدكتور محمد غنيم أستاذ عظيم وعضية المفوضية التعليم ده واحدة من قضاياه الكبرى فالدكتور غنيم قال قال أننا كنت بتصور هيئة هيئة مفوضية تقرر هي وتحط التصور الكامل للمعلم والمنهج والتلميذ والتقييم وكل حاجة وهي تولى الوزير التنفيذ بس وخلاص وإحنا نحسبه إحنا أظن الأمة الوحيدة اللي بتدي للوزير التنفيذي حق وضع رؤية هو كده بالفعل يعني الرؤية ده اسمه تنفيذي مش استراتيجي مش راجل بتاع الرؤية وهو بيبقى تنفيذي جاي من حزب في الحزب عنده برنامج في جايب يتطبق أنت مش حكومة حزبية لازم ما عندك اللي صاحب الرؤية وانت حالك تنفذ إنما إنك أنت بصاحب الرؤية والمنافذ هو ده جزء من الكرسة وانت هتلاحظ فرق بين يعني بالمناسبة كده المسافة ما بين قبل صورة يوليو وبعد صورة يوليو ما أعرف بقى قبل صورة طلعت عصين عبد الرزاق السنهوري محمد حسين هيكل أحمد لطف السيد نجيب الهلالي أبا دي أسماء دولة أصحاب رؤية أهم دولة أصحاب رؤية وكلاء الوزراء هم اللي بينفذوا كمال الدين حسين شكرك جدا نكتور كمال مغيس شكرك للغاية أشكركم وألتقي بكم بإذن الله غدا حديث القاهرة